موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مشاهدينا إلى أخبار الخامسة عفت تونس الوافدين عليها والذين استكملوا التلاقيح اللازمة عفتهم من إجبارية الاستظهار بالتحاليل المخبرية كما أكدته وزارة الصحة التي كشفت شروط قبول الوافدين على البلاد التونسية عبر المعابر الحدودية بداية من اليوم عقب تسجيل تحسن مؤشرات الوضع الوبائية وطريا وعالميا أمام تحسن الوضع الوبائي العالمي والوطني المتعلق بجائحة كوفيد-19 وتحسن مؤشرات الوضع الصحي بتونس وتقلص عدد الإصابات حسب وزارة الصحة تقرر وفق بلاغ صدر لها إعفاء الوافدين على البلاد التونسية الذين تتجاوز أعمارهم الثماني عشرة سنة والذين استكملوا التلقيح من إجبارية الاستظهار بالتحاليل المخبرية شريطة الإدلاء بشهادة تثبت استكمال التلقيح أو جواز التلقيح وبالنسبة للوافدين الذين لم يستكملوا التلقيح وتتجاوز أعمارهم ست سنوات فيجب عليهم الاستظهار بشهادة لتحليل المخبر بسياغ تثبت نتيجة سلبية على أن لا يتجاوز تاريخ إجراء التحليل ثمانية وأربعين ساعة ونتيجة سلبية لتحليل سريع لم يتجاوز أربع وعشرين ساعة عند التسجيل للسفر وفيما يخص جميع الوافدين أعلنت الوزارة عن إمكانية تحليل سريع أو بسياغ للذين تتجاوز أعمارهم ست سنوات للتقاس من فيروس كوفيد-19 بصفة عشوائية حال الأصول إلى البلاد التونسية وفي سورة إيجابية التحليل يتم إخضاع الوافد المعني للحجر الصحي الذاتي لمدة خمسة أيام وفي سورة ظهور أو تواصل الأعراض يتم تمديد الحجر الصحي الذاتي إلى سبعة أيام ونص بلغ الوزارة على إجبارية قيام المسافرين القادمين إلى البلاد التونسية بتعمير الخنات المضمنة بالموقع الإلكتروني app.h.1 والإصدهار بها لدى الشركات الناقلة عند التسجيل ولدى المصالح الصحية عند الوصول مع الالتزام بالإجراءات الصحية المعمول بها بالبلاد التونسية وبالنسبة للوافدين بغراض التداوي أكدت الوزارة إضافة إلى جملة هذه الإجراءات على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من طرف المصالح المختصة بوزارة الصحة التونسية مع عدم قبول مرضى كوفيد-19 كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 حالة وفاة و341 إصابة جديدة جراء كورونا بتاريخ الثالث عشر من فيذر الحالي لتبلغ بذلك نسبة التحاليل الإيجابية 23.15% وبلغ عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمصاحات الخاصة بذات التاريخ 1453 حالة و268 حالة بأقزام الإنعاش والعناية المركزة بالقطعين العام والخاصة و60 حالة تحت التنفس الاصطناعي سلسلة إيقافات جديدة طالت عددا من أعوان الشركة الوطنية لاستغلال المياه وتوزيعها بقفصة وإحدى جمعيات النشطة في المجال الاجتماعي هناك عقب فتح بحث تحقيقي في شبهات فساد بالهيكلين العمومي والمدني سلسلة من الإيقافات الجديدة شملت بعض العوان بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة واللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بقفصة على إثر فتح بحث تحقيقي في شبهات فساد تتعلق الأولى بالإرشاء والارتشاء من قبل موظف عمومي والثانية تتعلق بالاستلاء على هبة عمومية والانحراف بنشاط الجمعيات وجمع تبرعات دون ترخيص قانوني وفق ما صرح به حليم عبادة الناتق الرسمي باسم محاكم جفصة قضية المتعلقة بالشركة الوطنية واستغلال وتوزيع المياه قضية هذه انطلقت أثر ورود تقرير من التفاقدية المشرفة على هذه الشركة في خصوص وجود شبهة فساد مالي وإداري متعلق بعض الأعوان حول تلقيهم لرشاوي مقابل إصداء خدمات مرفقية وإدارية لبعض الحرفاء القضية الثانية القضية هذه توجهت ضد أحد الجمعيات المنتصبة بجهة جفصة والتي تأسد سنة 2012 وردت حولها العديد من المعطيات حول وجود شبهة فساد مالي في إطار ممارستها لنشاطها شبهات فساد مالي وإداري انطلقت فرقة الشرطة العدلية بجفصة في التحري بشأنها بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بجفصة نيابر عمومية أدنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض موضوع الارتشاء من الموظف عمومي والتصرف والاستيلاء على منقلات وضع تحت يده بمقتطى وظيفه تم توجيه الاتهام في هذا الإطار إلى 11 شخص منهم خمسة عاملين بالشركة المذكورة بين إطارات وأعوان في الوقت الرهن تم اصدار عدد أربع بطاقات إداءة في حق أربع من العاملين بالشركة في انتظار استكمال بقية الإجراءات ويذكر أن التفاقودية العامة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه قد قامت بفتح بحث تحقيقي وتدقيق مالي منذ سنة 19 و2000 بإقليم الشركة بقفصة على إثر تلقي شكاو من قبل مواطنين في الجهة مفاتها تلقي عدد من أعوانها رشاو وختمت تقريرها وأحالته بداية سنة 2021 على أنظار القضاء للبت فيه بنية تحتية قديمة مهترئة تلك التي يقوم عليها قطاع التعليم بولاية جندوبة محدى بالمعنيين إلى البحث في أفاق تطوير الخارطة المدرسية بالولاية كما جاء في عنوان ملتقا جهوي ضم المتدخلين في القطاع التربوي جميعهم وضعا لحلول عاجلة ومستدامة لوضع المؤسسات التربوية والتعليمية بالجهة يشكو قطاع التعليم الابتدائي بولاية جندوبة من عديد الصعوبات والتي تتعلق أساسا بوضعية المؤسسات التربوية والنقص في الموارد البشرية والوسائل التعليمية مدارس الجهة متقادمة إلى أبد الحدود 96% منها بنيت قبل سنة 2000 وتحتاج إلى تصميم جديد تحتاج إلى سيانة وكما تحتاج الجهة برمتها إلى مزيد من الإحداثات أي إلى مزيد من المدارس قطع مع ظاهرة الاقتصاد التي دربت المدارس المنتشرة في المدن بالدرجة الأولى أفاق تطوير الخارطة المدرسية بولاية جندوبة كانت محور ملتق احتضنته مدينة تبرقى وأشهد مشاركة عدد من المهتمين بالشأن التربوي والبيداغوجية وطرح السبل الكفيلة بتطوير المنظومة التعليمية بالجهة ملتقى كيف منها كان حب ونوصلوا فيه الحلول نتجوزوا بها لنقأسلي عننا والنتيج متعنا المتدنية وتذايلنا في بعض الأحيان للترتيب في الامتحانات الوطنية هذا يجعلنا تعرضوا مع بعضنا لدعم بمقترحات بدعم مادي ودعم معنوي المندوبية وزير التربية فتح السلوتي أكد خلال إشرافه على فعاليات هذا الملتقى أن تعطل عدد من المشاريع أثر بشكل كبير على وضعية المؤسسات التربوية مشيرا إلى توفر الاعتمادات الضرورية لهذه المشاريع الإمكانيات والاعتمادات متوفرة ولكن الإشكال الكبير على مستوى ولاية جندوبة وعلى مستوى المندوبية هو نسبة الإنجاز اللي ضعيفة برشا من 2018 لليوم احنا حوالي 10% فقط من المشاريع اللي وقع إنجازها بالكامل وبالتالي لابد أن نفكروا مع بعضنا في حلول للتسريع بالإنجاز وبالتالي لاستهلاك الاعتمادات المرصودة للولاية هذه إذا كانت تصرف في الكلها وفي الوقت وبطرق جديدة أسرع من اللي هي موجودة عليه وبتوفير خاصة بتوفير موارد بشرية للمندوبية اللي تفتقد بشكل كبير الموارد هذه أعتقدوا أن النجم نحلوا عديد الإشكالية على مستوى الخارطة هذه وتمثل المؤسسات التربوية الريفية بولاية جندوبة 80% من مجموعة المؤسسات بلجها وتشكو هذه المؤسسات من صعوبات في مجال البنية الأساسية بمؤثر على عمل الإطار التربوي وعلى نتائج التلميذ الفصاغ غذاء نباتي يستعمل عالفا للحيوانات بات عديد مربي المواشي بقابس يقبلون على غراسته لخفض كلفة الأعلاف وتفادي صعوبة تزود بحق النقل تالي وعرفنا إلى فوائد هذا المنتج الفلاحي توجه العديد من مربي الأبقار بجهة جابس نحو غراست الفصة الجبسية الفصة الجبسية تستعمل كمكمل غذائي للأبقار والكل يجمع على فوائد هذا المنتوج العلافي الموروث عن الأجداد الفصة هي من أحسن مفهمة بالنسبة لأبقار الحلوب هي تعاوننا على الكميات الزايدة بالنسبة لبقر كتاك الفصة طيش بحكم فيها السوج وفيها نوع من البروتينات تعاوننا في القطاع معناها عمانش نوني تشك من نقص المية الفلاحة غراست الفصة الجبسية ساعدت العديد من مربي الأبقار بتبلبو بجبس الجنوبية على مواجهة الارتفاع الكبير المسجل في سعر الأعلاف والذي تسبب في تخلي العديد من المربين عن نشاطهم هي هي اللي جاعدة المخضرة الغابة وقاعدين نحن ندعموا فيها بزوين ننوكلوا فيها بزوين لو منها هي كنا يعلمان لكيفاش يصير الجرط هذي بالت 18 نلف بالت 17 نلف الفصة هي الساس هي اللي جاعدة توا اللي مغطية الواحد جابس الكل تيجاه الأغلبية فصة كانت أنا قبل الحنة اللي هي معروفة بها جابس كل مشت الحنة تومعادش ولا يستغنوا على الحنة ولا يداروا الفصة زراعة الفصة تتطلب حسب العديد من الفلاحين لنجاحها توفر مياه الري مياه لا تتوفر بكل الوحاة بالكميات اللازمة تعاني عديد الوحدات السيحية والفندقية المغلقة بجزيرة جربا تعاني منذ مدة ركودا وخساراتا وتنتظر استئناف نشاطها بعد حل إشكالات العاملين فيها أهل القطاع يأملون في انطلاقة جديدة لموسم سياحي دون مشكلات في جزيرة جربا المهنيون في مختلف أنشطة القطاع السياحية يتطلعون إلى انطلاقة جديدة للموسم السياحي الصيفي القادم بفضل مؤشرات رصدت إلى حد اللحظة لن تتأكد برأيهم إلا بالعمل على تجاوز إشكالات مختلفة في مقدمتها ضعف النقل الجوي نحو الجزيرة من الأسواق التقليدية والجديدة واستمرار الملف بإيد نحل جذري لا نجم أن نحلوا الموسم متاعنا ويبدأ ناجح إلا أن يكون الظروف ملائمة وإسنا تتوى عن مشكلة المواد التموينية كما الفرينا والسميد والزيت موجود الزادة اليوم شوفنا مع سيد وزير افتتاح الأسواق الروسية المعطل شوية مزال المشاكل اللي وقعت السنين اللي فاتوا فهمت النقل الجوي عنده تونيوسار إكسبريس عنده دور كبير البطاحات إذن هم يرجو كيمكنو إذن هم يتصلحوا إذن هم يزيدوا تأهيل النزل النزل العامين ثلاثة بسكرى أولويات الأولويات هي الشريط الساحلي الأولويات نحن نطلب أن الحكومة تقرر للمنظومة السياحية هي منظومة اقتصادية هامة جدا وتحب معناها تدخل في البرنامج الإنقاذ الاقتصادي وفي مبادرة لدعم تسويق الجزيرة كوجهة مميزة انتلاق نشاط لجامعة مهنية جديدة تحت عنوان جامعة التصرف في الوجهة السياحية بجربة إلى جانب العمل على الاستجابة لمشاغل المهنيين من قبل وزارة الإشراف في الوجهة السياحية في جربة العمل المتاحي هي تقدم على الجهة وبعد يصير التسويق العمل اللي موجود هنا هو مع المهنين الكل مع وزارة السياحة هي كي تشابوتي معناها العمل الهذاية مواسم الفارطة وهذيك علينا جزينا نستعد جيدا للمواسم الهذاية نستعد من ناحية المنتوج السياحي العرض السياحي من ناحية الظروف والصحية وكذلك استعداد من ناحية التزويد واستعداد بتاعنا كذلك من النقل الجوي والترويج للوجهة التونسية في جزيرة جربة عشرات الوحدات المغلقة في الفترة الحالية في موسم الركود السياحية تنتظر الاستئناف الجديد للنشاط بعد حل إشكالات العاملين فيها أيضا وخلاص أجورهم الاستثمار في السياحة البديلة خيار تثمنه وزارة السياحة عبر تقدير مشاريع مبتكرة فيها منها مشروع أحد المستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج في ولاية مدينة الوزارة تسعى لكذليل الصعوبات والإجراءات لتشجيع مثل هذه المبادرة والشد على أيدي أصحابها الهادي معتوق وعائلته من الجالية التونسية بالخارج اختاروا الاستثمار في منطقتهم بجرجيس بعثوا مشروعهم في السياحة البديلة فقطعوا أشوطا هامة في تحضير مكونات من المشروع في انتظار استكمال الإجراءات الأخرى أين سيكونوا جاهزا خلال هذه السنة مشروع التكنيك ماو وحتى الفنانسيار ماو حتى ما شاء الله تعاوننا لكل باش عملنا هالحاجة سمحة برشا بناتي معايا وولدي وان شاء الله نحب نكبروا باقي حتى عندنا أرض كبيرة مازال ما شاء الله مشروع نستنى وزارة الفلاحة حتى تكمل وراقها ونواصلوا لتكبير المشروع وبقدرة ربي باش يكون حاجة حرقة على العادة هذه المكونات اختارت لها العائلة أسماء لنساء فاعلات في كل العالم كمزيج سياحي ثقافي يهدف إلى توفير أجود الخدمات السياحية العالية ويثر القطاع السياحي بالمنطقة السياحية بجرجيس وجربا وتونس ككل السياحة في تونس ونعودوها ماهيش كان شاطئية ورغم لهذا السياحة بديلة لكن قريبة على الشط لكن هما متكاملة هذه طقات صغيرة لكن ممتازة بشجيب معها علامات كبيرة معها وهذا مناجم كان يعاون السياحة وكان هذا منتوش تكميلي للسياحة اللي عنا في تونس تشجيع هذا الاستثمار الهام في القطاع السياحي بولاية مدنين سيساهم في إبراز السياحة المستدامة التي تستقطب حرفاءها من السياحة ووزارة الإشراف تؤكد دعم هذه الاستثمارات في مجال السياحة البديلة هذا مشروع اليوم اللي احنا جئنا نطلع عليه هو يندرج كما قلوه السياحة البديلة ولكن اكثر من هكا نجب نقوله السياحة بتاع توريزم بريميوم معناها السياحة عالية الجودة عالية التصنيف اللي هذي تنويع بتاع المنتوج السياحي اللي احنا تحب نتوجهوله وهذه المبادرات هذه الخاصة مشجعوها نعرفهم فيما إجراءات اللي هي إدارية ممكن تعرق المستثمرين فما صعوبة في التخاطب والتواصل مع الإدارة احنا توحلين نقعدين نراجع في الأجراءات هذه الكل ونحب معناها نقرب من المستثمرين والبعثين الاستثمار في نوع السياحة البديلة بولاية مدنين توجه بدأ يعرف في السنوات الأخيرة استقطابا لعديد المستثمرين في بعث استضافات عائلية بمختلف الدرجات موز على كامل البلدية السياحية بالولاية مشاريع حتما ستنوع المنتوج وستبرز وجها آخر متميز إلى جانب السياحة الشاطئية التي تعرفها المنطقة ونختتم موعد الأخبار مشاهدين مع قصة شاب أحب الجلد وصناعته وقد ورث الحرفة عن والده بات مبدعا في تحويل الجلود إلى قطع فنية فريدة وتمكن من تطوير حرفته فأضحت مورد رزق عديد العائلات وموهبة يتقاسم جمالها ورونقها مع زوجته لازهر الرياح أصيل جهة كبولات من ولاية باجة بطل الملمح تالي نتابعه معنا لازهر الرياحي حرفي في صناعة الجلد أو ما يعرف بالسكاجة التقليدية من معتمدية كبولات بولاية باجة حرفة توارثها عن والده وتعلق بها منذ الصغر فحول ورشته إلى خالية نحل ينطلق فيها العمل منذ الصباح لتحويل الجلود المختلفة إلى قطع فنية فريدة تستغل لتأثيث البيوت والمكاتب وغيرها ربي بديت بديت بشوية بشوية بديت فلاتوا لي إنيسيال متاع الويلد فهمتني لاتوا لي صغيرة فهمت بكمية محدودة ووحدي أنا نخت معناها المراحل اللي شفتوهم كل أنا عديتهم ونعديهم وحدي ثم أنواع أخرين نطلق مريهم لكم نقصهم طريفات طريفات ونعملوا منهم نوع من الزرابي طنطانس خارجة طنطانس خارجة ثم برسء إقبال عليها وعطتنا تنويع في المنتوج اللي عنها تثمين المواد الأولية وحسن استغلالها إلى جانب الاهتمام بأدق التفاصيل والمراحل وارحص على جودة المنتوج ليشاعع المستويين الوطني والدولي موهبة تقسمها مع زوجته كذلك التي أغرمت بنفس الحرفة وأصبحت موردة رزقها الحقيقي ولمجموعة من العاملات بالورشة خوفها خطر حاجة ما نعرف هيش ما نتصورش روحي بشي نجمها من بعد شوية بشوية تغرمت بيها وحاجة بيها برشة من الأول ومن بعد تلقى روح كمانيها تخدم به الابتكار والتجديد من خلال استعمال مادة الجلد كمادة أساسية للمنتوج لفتت اهتمام أحمد الرياحي الحرف الشاب والذي أخذ عن أخيه حب هذه الحرفة وسعى إلى تطويرها قصد ترويجها في المعارض والأسواق الخارجية بدعم من المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بباجة التي سعت إلى تجيعه على تطوير موهبته بحاكم الهوزة موهبة جولود حبيت نطور حرفة الجلد ونخرج من حاجات موجودة عندنا في تونس حاجات مبتكرة لنعطي فالغ للخدمة هذه ونطورها ونخليها ديما متجدة ولا باجة مع أنتها حاجة تواكب العصر الموجود العصر المتاعنا الحقيقة كمندوبية جهوية للصناعات التقليدية قيمنا هذا الشيء من خلال المشاركات المتاحة التي كانت في المعارض والتي كانت مشاركات ممتازة منتوج ممتاز وكفاءة هما عالي لأنهم براتيك موهزوز خرجية تعليم عالي هما تحويل معتمدية قبلات إلى قطب لصناعة الجلد عبر تجيع الحرفيين وتدليل الصعوبات التي تعترضهم ودعمهم هي نقاط أساسية من شأنها المساعدة على تطوير قطاع الصناعات التقليدية بولاية باجة تتابعون أخبارنا دوما مشاهدين عبر قناة يوتيوب وطني ريبلاي والموقع الرسمي الخاصين بالتلفزة التونسية بيت التونسيين نلتقيكم على خير اشتركوا في القناة